من الحاجات اللي بدايك لو انت بصور لما تيجي تصور صورة حلوة والصورة جميلة وتلاقي واحد كده اما عدي ببوزلك الكادر اللي انت بتصوره معملك بقى لو دول كتير مش واحد بس السعي تقدرينيك تشيل المشتتات دي من الصورة تعالوا نتعرف عليها في الأبدات الجديد فوتشوب 2025 يلا بنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معاكم مصطفى مكرم من الأبدات اللي نزلت فيه فوتشوب 2025 واللي اتكلمت عنها عملت عنها ريلز في نسخة البيتا قبل ما تنزل بشكل رسمي وهي او ازالة المشتتات من الصور سواء كانت اشخاص سواء كانت كابلات لو انت مصور لاندسكيب او مصور اي صورة وفيه كابلز موجودة فتقدرينيك تشيلها بسهولة تعالوا نروح على الفوتشوب لنفرض مثلا انا مصور صورة زي دي والصورة حلوة وانا حابب ان انا اشيل الكابلات اللي موجودة في الصورة سوف نروح على طول وانا امسح كابل لكابل وانا اشيله طيب الموضوع ده بقى اسهل تقدر انك تروح دلاتي على قدية وانا اروح على حاجة اسمها وابدأ ان انا اختار ويرز اند كابل بضغط عليها كده بيبدأ على طريق الاي اي يحلل الصورة ويشيل لك كل الوايرات والكابلز الموجودين في الصورة طبعا ده بيسهل عليك لو انت عامل شغل كتير او مصور في مكان ومحتاج انك تشيل كل الكابلات زي ما انت شايفين على طول شلي الكابلات من الصورة طب تعالوا نجرب على صورة تانية اصعب شوية زي ما انتو شايفين زي ما انتو شايفين سحر ماشاء الله شلي كل الكابلات من الصورة طب تعالوا نجرب على حاجة اصعب زي دي بس فينا بقى ايه تريك ايه لو انا حابب ان انا اخد الجزء اللي هو هيشيله في لير لوحدها بروح هنا بعمل نيو لير و بروح هنا و بحدد على خيار simple all layers بالشكل ده علشان اي حاجة هيعملها يطبقها على كل الليرز دي و بقوله find extraction wires and camel والله جابها ماشاء الله جابها والله تعالوا نشوف الصورة قبل الصورة بعد يعني هو شلي بنسبة 90% من الكابلات اللي موجودة في الصورة طحفة طبعا هو اداءه في النسخة الرسمية احسن من اداءه مع نسخة البيتا او الريل اللي انا عملته قبل كده لان خلاص هي البيتا دي بتبقى الحاجات التجربية وهنا خلاص بقى بشكل رسمي موجود فبيديك اداء افضل تعالوا نجرب على الصورة دي كمان سهلة الصورة دي جميل 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 ناخد دي كمان ولا كفاية تعالوا ناخدها يلا نروح على remove tool find extraction wires and cable و نشوف برضو هيتعامل مع دي ازاي هل هيشيل كل الكابلات العريضة دي ولا لا done حلو 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 شالها تمام بس في بقى ايه شوية عيوب هنا في الجزء ده و في الجزء ده هي مش باين قوي بس ممكن تتعدل بس بشكل عامل نشوف الصورة قبل ما نشيل الكابلات يعني ده تحديث عظيم طيب نروح بقى للاشخاص مثلا لو صورة زي دي انا مصور منظر ده وفي ناس كتير موجودين في الاماكن السحية طبعا ده معروف تروح برضو على remove tool المرة دي هختار people ببدأ ان انا اختارهم بالشكل ده بيبدأ انه يعمل لي select عليهم بقدر ان انا ازود او ان اقلل مثلا بقدر ان اروح هنا على الـ minus ومثلا انك تشيل او تقلل او بروح على الـ plus ويبدأ ان انا ازود بعد ما بيحدد لي بروح هنا على الـ check وقل له generate او remove فيبدأ عن طريق AI انه يشلك الاشخاص ويبدأ انه يعمل لك مكانهم نفس الفراغ او بيبدأ انه يتوقع المكان اللي هو موجود فيه ده عبارة عن ايه ونفس الفكرة بقدر ان انا اعمل layer او بيبدأ ان اردت او بيبدأ ان اردت او بيبدأ ان اردت او بيبدأ ان اقص شخص واحد بس اخليه في الصورة يعني ما يحذفش كل الاشخاص يعني على حسب ما تحب طبعا الصورة فيها شغل كتير فهتاخد وقت معنا شوية بالشكل اللي انتو شايفينه ده يعني ما شاء الله شلي كل حاجة وجيه على الطائية دي ووقف عندها طيب في حالة زي كده هنعمل ايه؟ او بيبدأ ان انا اتكبرها وابدأ ان انا اتكبرها شوية واضغط كده يعني هو هشال كل ده وجيه على دي ومش عرف يشاله بس خلاص انتشالت انتشالت يا جماعة الفوتشوب دلوقتي بقى اسهل كتير يعني يا بخت الناس اللي داخلين المجال جديد هيتبسطوا فيه قوي وهيتعلموا اسرع مننا وهيتطلع شغل احسن مننا لو هو شاطر طيب تعالوا نجرب على صورة تانية مثلا صورة زي دي عندي الناس اللي في باكجراوند بقوله وبيبدأ انه يحددهم لي بالشكل اللي انت شايفينه ده وبيقول له تشيك او علامة صح علشان يبدأ انه يشيل هملي من الباكجراوند عندي بالشكل ده هزاف لي الاشخاص اللي كانوا موجودين بقدر ان انا اروح تاني على وعمل تاني علشان يجيب لي بقى الناس البعيدة دي كمان واقول له تشيك علشان يبدأ انه يشيل كل الناس اللي موجودين بس يبقى الحمامة هي اللي موجودة بالشكل اللطيف ده تخيل مدى الوقت اللي انت وفرده علشان تنظف الصورة بالشكل ده وتطلع الصورة كليير زي ما انتم شايفين نجرب كمان على الصورة دي يلا بينا find distraction people ويبدأ انه يحددهم بالشكل ده او تعالوا قبلها نروح نعمل new layer و find distraction people علشان احطوهم في layer ويبقى له done بالشكل ده طبعا لو روحت هنا على layer اللي انا عملتها وبدأت اظهرها بالشكل ده دي الحاجات اللي هو شالها ودي الحاجات اللي خفاها فباروح تاني على find distraction people وبدأ ان انا احددهم بالشكل ده وبقول له done فزي ما انتم شايفين كده انا نضفت الصورة بشكل رائع دي الصورة الاصلية دي بعد ما الدنيا نضفت زي ما انتم شايفين الموضوع خاد معايا سواني بس كده استنوني مع بقية ال update كل حاجة هشرحها لوحدها في فيديو علشان تاخد حقها اكتر ونجربها بشكل اكبر سبحان اخلوا معا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وادقوا اليك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وادقوا اليك شكرا